والآن نعرج إلى أهم ما تناولته الصحفة الرياضية المحلية صادرة لنهار اليوم الموافق للسابع عشر سبتمبر الفين وستة عشر والبداية مع صحيفة شباك والتي عنونت في صفحتها الأولى أقول شباك عنونت الرادز يكشف عيوب البلوز بعد أن عاد ليفربول من ملعب ستانفورد بريج بثلاثة نقاط بعد فوزه على صاحب الأرض تشيلسي بأدفين لواحد ضمن الجولة الخامسة لبريمر ليغ ذو ثمن يورغان كلوب مدرب ليفربول فوز أشباله حيث اعتبر أن الفوز على تشيلسي بستانفورد بريج ليس بالأمر الهجم يومية كومبيتيسيون قالت بأن المدرب روجي لومار ما زال مترددا بخصوص تدريب فريقه السابق شباك قسنطينة حسب ما كشفه حميتي عضو مجلس الإدارة وأضافت صحيفة اللومار الذي لقي ترحيبا في قسنطينة منذ وصوله سيتابع اليوم وجهة السياسي ضد اتحاد العاصمة حتى يأخذ فكرة عن الفريق الذي ينتظر أن يشرف عليه خلفا لغوميس يومية لوبيتور قالت بأن مواجهة اليوم بين ليستر سيتي وبينتي ستكون فرصة سيسعى فيها محرز للتألق وتأكيد صحوته خاصة بعد تسجيل لثنائية في مرمى بريج البلجيكي وهو الذي سجل هدف واحد فقط لحد الآن في البريمير ليغ من جانبها قالت الصحيفة بأن المواجهة ستكون فرصة لسليماني لاكتشاف الدور الإنجليزي أين يسعى اللاعب لتألق ومساعدة فريقه بعدما ضيع المشاركة ضد ليفربول ترجمة نانسي قنقر